موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات مرحبا بكم من جديد في عرض يتعلق بوضعية بناء أدوات التعبير الجغرافي في إطار منهجية الاشتغال على الوثائق في مادة الجغرافية بعدما تطرقنا في العرض السابق إلى وضعية بناء أدوات التعبير النبياني إذن نهدف من هذا العرض أولاً تعرف على الوضعيات الاختبارية في مادة الجغرافية ثم تتبع المراحل المنهجية للتعامل مع الوثائق ثم إدراك أهمية الأفعال السلوكية أو السلوكات الإجرائية في التعامل مع الأسئلة وأخيراً لاستئناس ببعض النماذج من الخرائط لضبط والتمكن من توطين الخرائط وهنا أذكر بالإطار المرجعي لانتحان الموحد الجهوي أنه في وضعيته الثانية أي وضعية الاشتغال على الوثائق يتضمن في مستوى أول الخرائط إذن نلاحظ أنه بالإضافة إلى المبيانات المطلوب توطين معطاية جغرافية طبيعية بشرية اقتصادية على خريطة طبيعة الحال يربح الوقت لن نتطرق إلى مكونات هذه الوضعية باعتبار أننا أشرنا إليها إذن سنشتغل على نموذج لمتحان جهوي سابق إذن تلاحظون معي خريطة للعالم إذن خريطة سمى للعالم وبجانبها يجب قراءة ملاحظتين إذن الملاحظة الأولى وهي عدد الوثائق إذن أمامك وثيقتان تفحصهما جيدا واستعين بما درسته حول الموضوع لإنجاز المطلوب إذن هنا التأكيد على أن الوثائق هما وثيقتين ثم كذلك تأكيد على ضرورة التفحص والقراءة الجيدة ملاحظة ثانية في الأسفل وهو في حالة الخريطة يجب أن ترجع هذه الخريطة بعد الإنجاز دون أن تحمل أي علامة تدل على صاحبها بالنسبة للوقت الثانية هي عبارة عن نص جغرافي يتضمن اقتصاد الصين إذن الهدف ليس هو المضمون بل منهجية التعامل مع هذه الوثيقة والمطلوب كالعادة في حالة اشتغال على الوثائق إذن أربع أسئلة إذن السؤال الأول وهو التوطين إذن توطين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بكتابة اسم كل منهما في المكان المناسب على الخريطة أي الوثيقة رقم واحد ثم إرسم على الوثيقة نفسها خطا يفصل دول الشمال ودول الجنوب إذن تلاحظون أن المطلوب في الخريطة عمليتين إذن العملية الأولى هي عملية التوطين توطين الولايات المتحدة والصين ثم العملية الثانية هي رسم خط يفصل دول الشمال عن دول الجنوب السؤال الثاني يشير إلى التعريف إذن التعريف كما أشرنا يتضمن أربع مصطلحات أو مفاهيم إذن دول الشمال دول الجنوب قوة اقتصادية عظمى قوة اقتصادية صائد السؤال الثالث سمي مشكل المطروح للصين في الوثيقة رقم اثنين إذن سمي بمعنى اذكر تسمية أي اذكر استخرج المشكل المطروح للصين في هذه الوثيقة ثم أبرز من خلال معطيات الوثيقة نفسها العوامل المفسرة له إذن تلاحظون أن السؤال وسؤال مركب يتضمن عمليتين إذا عملية تسمية أو ذكر المشكل ثم إبراز العوامل المفسرة لهذا المشكل والسؤال الأخير الذي يتعلق بالتركيب أو التعميم اكتب في ضوء تعلماتك المنهجية والمعرفية فقرة توضح فيها المشاكل التي تعترضه اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية إذن دائما كما أشرنا في العرض السابق الأفعال والسلوكات الإجرائية المطلوبة والتي يتم وتقويمها تتعلق بالتوطين والتعريف والتسمية أو ذكر أو استخراج وكذلك كتابة فقرة بالنسبة للميبيان حول هذا هو الفرق المتواجد ما بين الميبيان والخريطة إذن في الميبيان حول معطيات الجذول إلى ميبيان ثم وصف تطور الظاهرة ثم تفسير الظاهرة وبالنسبة لخريطة التوطين تعريف المصطلحات استنتاج المشكلة المطروح ثم كتابة فقرة إذن سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات إذن في المستوى الأول في مستوى السؤال الأول التوطين إذن عندما نكون أمام خريطة يجب عدم إغفال إشارة إلى العنوان إذن أول مسألة يجب تذكرها وهو الإجابة إلى العنوان لأن العنوان هو الذي يحدد مضمون ومحتوى الخريطة ثم قيام بإنجاز خط يفصل دول الشمال بدول الجنوب إذن الأمر يتعلق ليس بخط بل بخطين كما تلاحظون إذن الخط الأول يمر الحدود ما بين مكسيك والولايات المتحدة يتوغل في المحيط الأطلنطي ثم البحر الأبيض المتوسط يصل إلى الشرق البحر الأبيض المتوسط ثم شمال تركيا جنوب بحر قزوين ثم جنوب روسيا ثم جنوب اليابان وبالنسبة للخط الثاني يجب أن يمر جنوب أمريكا اللاتينية وشمال أستراليا ونيوزيلندا باعتبار أن أستراليا ونيوزيلندا تندرج في إطار دول الشمال وليس دول الجنوب إذن نستنتج من خلال هذه الخريطة أن تقسيم الدول إلى دول الشمال ودول الجنوب لا ينسجم ولا يتمشى مع التقسيم الجغرافي باعتبار أن بعض دول الشمال تقع جنوب العالم أو الكرة الأرضية وبينما تقع دول متخلفة دول نامية في النصف الشمالي من القرى الأرضية ثم أخيرا نقوم برسم المفتاح أو كتابة المفتاح في الأسفل إذن العملية الثانية هي عملية التوطين إذن توطين الولايات المتحدة والصين بكتابة الأسماء يجب عدم إخفال ألسكا شمال غرب كندا وهي ولاية أمريكية ثم بالنسبة للصين هي أكبر بلد في جنوب شرق أسيا إذن خريطة واضحة إذن توطين الجغرافي تخصص له ثلاث نقط كتابة الأسماء نقطتين ورسم الخط الفاصل نقطة في بعض الحالات تريد خريطة بنفس الشكل ونفس المطلوب لكنها تتضمن مفتاح بمعنى يجب المفتاح إذن في هذه الحالة يجب وضع الألوان انتشارية أو رموز انتشارية على هذا الشكل السؤال الثاني يتعلق بالتعريفات إذن تعريف المصطلحات تخصص لها النقطتين إذن دائما قلنا أربع مصطلحات إذن دول الشمال هي مجموعة دول الصناعية الغنية والمتقدمة أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا واليابان والكوريا الجنوبية ثم دول الجنوب هي الدول النامية أو السائرة في طريق النمو وتعرف بالعالم الثالث وتضم جميع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجل دول أسيا قوة اقتصادية عظمى مفهوم يطلق على التالوت العالمي أي الولايات المتحدة الأمريكية اتحاد الأوروبي واليابان وذلك بفضل مواردها الطبيعية ومؤهلاتها البشرية وقوة تنظيمها الاقتصادي وأخيرا قوة اقتصادية صاعدة إذن مفهوم ظهر في التمانينات يطلق على الدول حديثة تصنع البرازيل الهند الصين ماليزيا والتي عرفت نموا في الدخل الفردي وتأهلت للاندماج في الاقتصاد العالمي إذن تلاحظون تخصص لكل مصطلح نصف مقطع هنا أود الإشارة إلى بعض الملاحظات المنهجية والتي يجب الانتباه إليها على مستوى أمريكا الشمالية إذن هنا المقصد هي الولايات المتحدة وكندا لأن المكسيك تصنف ضمن دول الجنوب وليس دول الجنوب ثم في المصطلح الثاني مفهوم العالم الثالث هو مفهوم ظهر في الخمسينات وأصبح متجاوزا ولا يستعمل على الصعيد العالمي لأنه كان يقسم العالم إلى عالم أول ويد دول متقدمة وعالم تانية الدول الشراكية والعالم وباقي العوالم هي ما يسمى بالعالم الثالث ثم كذلك القوة اقتصادية صعيدة الصين تطرح مشكل إذن هل يمكن اعتبار الصين قوة اقتصادية صعيدة أم قوة اقتصادية عظمى إذن هذا السؤال يمكنه تفكير فيه والبحث عن الجواب عنه السؤال الثالث تسمية المشكل والعوامل المفسرة له إذن سنضطر كالعادة لقراءة الوثيقة قراءات متعددة إذن تحتل الصين حاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استهلاك الطاقة وتعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان حيث تستورد حاليا أكثر من 40% من إمداداتها النفطية لقد كانت الصين منذ منتصف 60 من القرن العشرين أكبر منتج للنفط في شرق أسيا وبحلول سنة 2005 لم يعود لإنتاج يلبي حاجياتها ويفسر ذلك بالازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد على مدى 25 سنة والذي صاحبه توسع في التجارة الخارجية وارتفاع في الدخل الفردي ونمو في عدد السكان وازديات في الهجرة إلى المدن إذن دائما أؤكد على مسألة إعادة قراءة الوثيقة لاستيعاب وفهم مضامينها إذن تلاحظون باللون الأحمر أن الكلمة التي تتردد بشكل كبير هي الطاقة أو النفط استهلاك الطاقة أكبر مستوري للنفط إمدادات النفطية أكبر منتج للنفط لم يعد الإنتاج يلبي الحاجين إذن بديهي أن المشكلة المطروحة من خلال الوثيقة هو التبعية الطاقية خاصة النفط بالنسبة للسؤال الثاني الذي يتعلق بالتفسير إذا العوامل المفسرة من خلال الوثيقة هي كالتالي إذا لاحظوا يفسر ذلك بازدهار الاقتصادي توسع التجارة الخارجية ارتفاع في الدخل الفردي نمو في عدد السكان وتزايد في الهجرة إلى المدن إذا العوامل مفسرة لمشكلة تبعية الطاقية بالصينية كالتالي الإزدهار الاقتصادي وتوسع التجارة الخارجية ارتفاع في الدخل الفردي نمو في عدد السكان ثم تزايد الهجرة نحو المدن بالنسبة للسؤال الرابع الذي يتخذ شكل تركيب أو تأمين يهم مشاكل الاقتصاد الأمريكي هنا يجب الانتباه إلى صيغة السؤال في حالة سؤال مشاكل الولايات المتحدة يجب استحضار المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل البيئية أما عندما يطرح السؤال بهذه الصيغة مشاكل الاقتصاد الأمريكي إذن يجب استحضار الأنشطة الاقتصادية الفلاحة الصناعة والتجارة إذن مشاكل الاقتصاد الأمريكي هي على الشكل التالي إذن بالنسبة للفلاحة فائد الإنتاج وصعوبة التسويق وإنهاك تربة وإطلافها على مستوى الصناعة الحاجة للمواد الأولية والنفط والمنافسة الأسيوية القوية على مستوى التجارة الخارجية المنافسة في الأسواق الخارجية والعجل في الميزان التجاري وأخيرا مشاكل على مشتوى المجتمع والبيئة تنعكس على الاقتصاد الأمريكي وهي تزايد البطالة والكوارث الطبيعية والبيئية إن كما هو معلوم الولايات المتحدة هي بلد الكوارث الطبيعية بامتياز لأنها تعرف جامع الكوارث الطبيعية إلا أنه من ناحية المنهجية الجواب لا يجب أن يكون على شكل أفكار أو عوارض بل يجب أن يكون على هذا الشكل يعني على شكل فقرة إذن عموما يعاني الاقتصاد الأمريكي من عدة مشاكل تتمثل فيما يلي الفلاحة تعاني من مشكلة فائد الإنتاج وصعوبة تسويق وإنهاك تربة وإطلاقها الصناعة تعاني من تزايد الحاج للمواد الأولية ومصادر الطاقة خاصة النفط والمنافسة الأسيوية القوية التجارة الخارجية ترتبط مشاكلها بالمنافسة في الأسواق الخارجية العشف الميزان التجاري والذي وصل إلى 800 مليار دولار ثم مشاكل طبيعية والبيئية ترتبط بالكوارث الطبيعية كالرياح القطبية الأعاصير الزلازي الحرائق وتظهور البيئة إذن كالتلوث الجوي المائي البحري وتراكم النفايات السماء إذن بهذا الشكل نكون قد أجبنا عن التساؤلات التي طرحت في هذا النموذج من الامتحان وبما أننا نشتغل على وضعية البناء الخرائطي إذن سأقوم بجرد مجموعة من الخرائط الممكن أن تريد في الامتحان إذن الخريطة الأولى هي خريطة توزيع الموارد الطاقية والمدينية في المغرب إذن مفتاح يتضمن مجموعة من المواد برموز إذن الفوسفات الحديد صخر النفطية الغاز الطبيعي والبيترول والمطلوب توطين وطن على الخريطة المعطيات الواردة إذن الجواب سيكون على الشكل التالي أول ملاحظة يجب كتابة عنوان في أعلى الخريطة ثم توطين المعطيات إذن الفوسفات ليوسفية برشيد خريبقة أو خريبقة ليوسفية برشيد ثم بقرعة بالنسبة للحديد إذن جنويكسان والأطلس المتوسط وبالنسبة للصخر النفطية جنوب أسفي وطرفاية بالنسبة للغاز الطبيعي مسقالة أو مسكالة جنوب أسفي والبيترول سيدي قسم خريطة ثانية تتعلق بتوطين الأحواد المائية إذن تلاحظون أن الخريطة أو مفتاح الخريطة يتضمن أسماء الأحواد إذن مطلوب وضع رموز أو ألوان وتوطينها على الخريطة إذن الجواب سيكون على الشكل التالي إذن لوكوستانجا والساحل المتوسطي إذن في أقصى الشمال ثم سبو إذن يمتد من القونيطير إلى دواحفاس ملوية إذن المغرب الشرقي وجدة وفيقيق ونواحيها ثم أبو ورقراق إذن الريبات تبدو البيضة أم الربيع إذن يضم مدن الجديدة طبيعة الحال الأسافي ويمطلق من بني ملل أطلس المتوسط تنسيفت مراكوش الصورة سوس أقادير زيز غريس مناطق الجنوبية الشرقية من فيقيق إلى جنوب أقادير ثم الأحواد الصحراوية إذن نموذج آخر يتعلق بتوطين المناطق الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية إذن دائما تلاحظون أن الخريطة تتضمن مجموعة من الصناعات إذن يجب ملء الخانات وتوطين الصناعات على الخريطة هناك إمكانيتان إما استعمال الرمز كما هو الحال في هذه الوضعية أو استعمال الألوان إذن مسألة اختيارية إذن الجواب سيكون على الشكل التالي إذن مناطق صناعية قديمة مركز القرار صناعة حديثة صناعة حدودية ثم صناعة بيترولية ثم تكنولوجيا حديثة ثم مناطق دعيفة تصنيع ثم أقطاب تكنولوجيا إذا أقطاب تكنولوجيا كما تلاحظون تتوزع على كل جهة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الهوامج ثم إعادة توطين الصناعات إذن تعمت عدم قراءة هذه الخريطة لأننا سننتقل إلى مستوى تيني وهو مستوى الوصف إذن في حالة الوصف الجغرافي إذن لدينا مناطق صناعية قديمة جنوب البحيرات مركز القرار ميجالوبوليس صناعة حديثة أطلونتا حدودية في الحدود مع المكسيك بيترولية في خالج المكسيك وصناعات تكنولوجيا حديثة إذن فلوريدا عفوا إذن فلوريدا كاليفورنيا دالس وسياتل لماذا التجأت إلى هذه المسألة؟ لأنه على مستوى التعامل مع الخرائط توجد إمكانيتان إما إمكانية التوطين أو إمكانية قراءة الخريطة في بعض الحالات تريد خريطة جاهزة والمطلوب قراءة توزيع الظاهرة في هذه الخريطة إذن في هذا المستوى سأقوم بوصف توزيع الصناعة في الولايات المتحدة إذن لاحظوا معي بالنسبة للمناطق الصناعية القديمة إذن تنتد في هوامش منطقة البحيرات القبرى أو العظمى يعني البحيرات الخمس بالنسبة لمركز القرار إذن في الميغالو بوليس يعني شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية لماذا نعيش بمركز القرار؟ لوجود نيويورك وواشنطن ومن المدينتين تخرج أهم القرارات السياسية والاقتصادية هي مقر البورصات إلى آخر على مستوى الصناعة الحدودية تمتد في الحدود مع المكسيك بالنسبة للصناعة البترولية في خليج المكسيك لأن الولايات المتحدة تستخرج البترول من خليج مكسيك والبترول المستورد يتجه نحو مدينة نيو أورليونس وكذلك هوستون إذن هذه موانئ متخصصة في استيراد البترول بالنسبة للصناعة التكنولوجية الحديثة إذن شبه جزيرة فلوريدا في الجنوب الشرقي دالس ما بين مكسيك ومنطقة خليج المكسيك ثم كاليفورنيا لوسانجلي سان فرانسيسكو وسياتل في أقصى الشمال الغرب بالنسبة لمناطق ضعيفة تصنيع إذن في وسط الولايات المتحدة وفي الغرب لأن الوسط كما هو معلوم فيه السهول الوسطى إذن منطقة متخصصة في الفلاحة بينما الغرب من ناحية الطبيعية تداريسه عبارة عن هضاب مرتفعة ويخصص لتربية الماشية إذن تلاحظون أن الصناعة تتوزع في هوامش وأطراف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للأقطاب التكنولوجية إذن تتوزع في كل الهوامش ويبقى أهم قطبه وسيليكون فالي بكاليفورنيا أخيرا على مستوى إعادة توطين الصناعة إذن يمكن القول أن الصناعة تخرج من منطقة البحيرات يعني من النطاق القديم للصناعة الذي كان يتمد على صناعة السيارات وصناعة الصلب ويتسجه نحو الهوامش خاصة سياتل نحو كاليفورنيا ونحو دالاس وكذلك نحو أطلنطا خارطة أخرى تتعلق بتوطين مناخات الولايات المتحدة الأمريكية إذن لاحظوا المفتاح بفتاح يتضمن عدة مناخات مع وجود أسهم تشير إلى الهواء القطبي والهواء المداري إذن سنقوم بعملية المل إذن أول ملاحظة وهي كتابة العنوان إذن ننطلق من هواء قطبي بارد إذن ينطلق من الشمال من المنطقة القطبية هو الذي يفسر المناخ القاري الرطب ثم هواء مداري حار من الجنوب وهو الذي يفسر وجود مناخ شبه مداري ثم في الشمال الغربي مناخ قاري جاف ثم مناخ صحراوي في الحدود مع المكسيك منطقة الجنوب الغربية مناخ متوسطي في كاليفورنيا ثم مناخ محيطي في منطقة سياتل أو أقصى الشمال الغربي أعزائي التلاميذ نظرا لذيق الوقس أكتفي بهذا القدر وأتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح وإلى فرصة أخرى بحول الله اشتركوا في القناة